مبارح كان مكش جميل جداً الحقيقة ولكن للأسف من ضمن الحاجات اللي يعني أسائت يعني الأجواء اللطيفة كابتل وليد سليمان خرج مبارح مصاب في بعد المباراة وخضع في المستشفى لفحص مبدأي طبعاً تحت إشراف الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق بسبب الالتحام القوي اللي حصل ما بينه وبين حارس المرمى واللي اتعرض على إثره للإصابة بكدمة قوية في الوجه وفقاً لتشخيص مبدأي الدكتور أبو عبلة أكد إن حالة وليد سليمان الحمد لله رب العالمين مطمئنة وإنه خضع لكافة التحصات الطبية اللي أكدت سلامته تماماً لكنه كان لازم يخضع للملاحظة الطبية لعدة ساعات قال إن وليد سليمان لم يفقد الوعي بعد إصابته وهو في حالة طبيعية وتم نقله للمستشفى وده كان من أجل الإطمئنان عليه بشكل كامل والنهاردة إن شاء الله أكيد هنطمنكم بتفصيل أكتر عن حالة وليد سليمان مبارح كان فيه قلق كبير جداً ناس كتير جداً كانت يعني الآن ومش حافظة تركز أصلاً طب وليد سليمان أخبره إيه ناس عارف برضو الأقويل والقيل والخلوة جالوا ارتجاك في المق ولا جالوا إيه يا جماعة طمينونة بتاع إن شاء الله ألف خير وألف سلامة على يعني كابتل وليد سليمان وحنطمن حضراتكم كل ما حيكون فيه جديد بس خدوا المصدر من قناة الأهلي وإيه النادي الأهلي يعني هو ده اللي احنا بنتكلم فيه يعني ياريت محدش يروح لتصريحات خارج الكيان بتاعنا لأن أكيد أي يعني معلومة مفيدة حتى حتصدر من الكيان فألف سلامة عليك وإن شاء الله كده تبقى حاجة خفيفة وتعدي إن شاء الله يا رب بإذن الله